هذا البرنامج برعاية زين جلسة الأعمال أنا الطيب عبد الماجد هذه أبرز العنوين تعاون إماراتي قطري وسط تبادل تجاري يفوق الخمسة مليارات دولار شيفرون الأمريكية ستبقي الإنتاج متوقفا بحقل الوفر المشترك مع السعودية عطل لدى المراقبين الجويين يشل حركة مطار بلجيكا أهلا بكم من جديد بحث المنتدى الاقتصادي القطر الإماراتي في الدوحة فرص التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الخليجيين الذي نهد الخمسة فاصل خمسة مليار دولار العام المنصرم بزيادة نسبتها ثلاثة وعشرون في المئة عن العام الفين وثلاثة عشر وذلك مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى مائتين وعشرين رحلة أسبوعيا هناك روابط حسب ما ذكرت عائلية ما بين الشعب القطري وشعب الإماراتي ونراه بشكل دائم والأجندة الاقتصادية أجندة تهم الجميع هناك شركات إماراتية جاءت واستثمرت وعملت في دولة قطر وشركات قطرية أيضا بنفس المنوع لدينا توجه مشترك مستقبلي أولا يعتمد على الأجندة الاقتصادية لأنهم مهم جدا وأعتقد أن الأجندة السياسية هي أجندة إيجابية وهناك تعاون على مستوى القيادة بين الطرفين تواصل دائم ببحث الكثير من الأمور فالاقتصاد والتعاون في المجال الاقتصادي هو باب مفتوح قوي جدا لخل أيضا استقرار في العلاقات السياسية هناك طبعا أرقام جيدة في التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى 5 مليار ونص دولار هناك أيضا أكثر من 225 رحلة طيران أسبوعية بين الطرفين هذا عدد هائل وكبير هذا أيضا يعكس الحرية في مجال الطيران بين الطرفين هناك توجهات لاستفادة من خبارة الطرفين في مجال القوانين والتشريعات في قضايا الإنشاءات في قضايا أيضا النقل وغيره قصة نجاح مختلفة إلى جانب طبعا قضية تنافسي لكل من دولة الإمارات ودولة قطر وصلوا إلى مستويات عالية على المستوى التنافسي والتقييم الدولي وتعتبر الإمارات الشركة التجاري الخامس لدولة قطر ويحفل النشاط التجاري بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملكة لمواطنين إماراتيين إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية إماراتية بإجمال رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال هو طبعا منتدى مهم جدا يأتي في ظل دعم حجم التبادل أو زيادة حجم التبادل بين دول الخليج عموما وبين دولة قطر ودولة الإمارات العربية الشركة خصوصا طبعا اليوم احنا عرضنا كثير من المشاريع أو رؤيتنا المستقبلية رؤية قطر 2030 والوضع الاقتصادي في قطر وأيضا المشاريع المستقبلية والمشاريع اللي الآن في طور التنفيذ طرح هذه الفرص على القطاع الخاص من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وطبعا أيضا القطاع الخاص الإماراتي مع القطاع الخاص القطري لعقد شراكات مهمة مستقبلية إن شاء الله ولتعزيز حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأيضا بين دول الخليج عموما طبعا الخليج يتجه إلى السوق الخليجي المشترك دولة الإمارات هي شريك استراتيجي مهم حجم التبادل التجاري يزيد عن 30 مليار سنويا هناك كثير من الشركات الإماراتية العاملة هنا بالمئات بشراكات قطرية إماراتية وأيضا هناك شركات تعمل شركات برأس مال إماراتي 100% تعمل هنا في قطر نحن نرحب بجميع الشركات هذه والشركات والمؤسسات التي تعمل في قطر سواء من دول الخليج أو من دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا تعمل الحكومة القطرية على تحفيز الشباب القطري للانخراط في مشاريع استثمارية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال حزمة من المبادرات الحكومية والمدنية ودعم من القطاع المصرفي غير أن حزمة من التحديات ما تزال تعيق التوجه الحكومي في هذا الإطار وهما تناولته ندوة خاصة حول التمكين الاقتصادي للشباب القطري الدفع باتجاه تحفيز الشباب القطري لتحقيق انخراط فاعل في منظومة العمل الاقتصادية والرفع من منسوب الوعي والأهمية بمفهوم وثقافة ريادة الأعمال والحد من اتساع ثقافة الأمن الوظيفية أهداف تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب العديد من المؤسسات الحكومية والمدنية لتكريسها في أوساط الشباب القطرية الذي ما زال يستميله العمل الوظيفي الحكومي على حساب توظيف الكفاءة والمهارات المكتسبة في مشاريع انتاجية تخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي الهدف منه أنه دعم الشباب وتحفيز الشباب أنهم أيضا يبتدون في العمل في القطاع الخاص وتمكينهم إذا كانت تناكل لديهم من بعض المشاريع مثل رسمة خارضة الطريق لهم وكيفية أنهم يستفيدون من كل التجارة ومن كل الخبرات الموجودة سواء كانت في وزارة الاقتصاد أو من بعض القطاع الخاص الموجود أسباب اجتماعية وأخرى مالية وإدارية وتشريعية ما برحت تزيد من حجم الفجوة بين الشباب القطري ومجتمع ريادة الأعمال على الرغم من المبادرات الوطنية والمدنية المتعددة ومنها مشروع حاضنة الأعمال التابع لبنك التنمية وبرنامج الضمين فضلا عن برامج دار الإنماء الاجتماعي ومركز بداية وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة غير أن التعقيدات الإدارية وصعوبة الحصول على التراخيس والموافقات اللازمة وتلكئ البنوك في التمويل وصغر حجم السوق القطري وارتفاع تكلفة الإنتاج تحديات قائمة وتبحث عن الحلول عارفين أن عندنا حاضنة الأعمال في دولة غطر وهذه هي تنشأ جيد جديد في دولة غطر لريادة تعمل والوعي في ريادة تعمل أنا بالنسبة لي بتوجه كشغلة حكومية وريادة تعمل لأن أنا طالب في جامعة غطر أدرس تسويق والفرعي مبادرة تعمل اللي هي ريادة تعمل فتوجهات أنا البزنز الخاص وكجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة ويرتكز على جيل الشباب أرست الدولة سياسات اقتصادية تعزز من دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرة الذاتية والمبتكرة لدى الشباب واعتماد خطة للتوطين والابتعاث لتحديد احتياجات سوق العمل في قطاع يمثل 15% من حجم الاقتصاد القطري يمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري وتذهب جل مخرجته إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية صلاح دين مقراني سي أم بي سي عربية الدوحة وإلى الاستثمارات السعودية فقد وقعت شركة الريف السعودية عقد إنشاء أكبر مصنع بمدينة جازان جنوب المملكة لتكرير السكر مع شركة بي آي اي الألمانية بتكلفة استثمارية تقدر بمليار ومائتي مليون ريال وبطاقة انتاجية تصل إلى ثلاثة آلاف طن ليكون المصنع الأول في المنطقة الذي ينتج هذه الكميات من السكر في حين تنطلق مراحل تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من توقيع العقد على أن يتم إنشاؤه خلال 22 شهرا معي عبر الهاتف السيد محمد بن عبدالله المنيع الرئيس التنفيذي لشركة جازان للتنمية سيد محمد مساء الخير شاكل لوجودك معنا حدثني أولا عن علاقة شركتكم جازان للتنمية بشركة الريف التي تدخل كشريك في هذا المشروع الكبير أهلا وسهلا بك أخي الغالي ويعطيك الصحة والعافية على إيطاحت الفرسليب هذه المداخلة طبعا لا يخفى عليكم أن شركة الريف هي شركة أنشأة مع مجموعة من الشركة شركة جازان للتنمية جازان كوهية أحد الشركاء المؤسسين الهدف من إنشاء هذه الشركة هو يطول عمر إنشاء معمل لتكسير السكر رأس مالها الأساسي هو عبارة عن 350 مليون وبفضل من الله ثم بالدعم من الأخوان أيضا استطاعوا الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ فوق 800 مليون ليصبح رأس المال فوق المليار ريال هذه الشركة ومما تعدلنا شركة ذات رأس مال عالي والهدف المنشود إن شاء الله ما يتحقق بجهود الأخوان وهذا يحقق نجاح لشركة جازان كشركة مساهمة في هذه الشركة ونجاح لمنطقة جازان ككل نعم سيد محمد جيد دعنا ندخل في المشروع واحد من أكبر المصانع لتكريل السكر في منطقة جازان ما هي القيمة المضافة لهذا المشروع على المنطقة قبل كل شيء؟ لا يخفى عليكم ما تمر به منطقة جازان في الوقت الحالي من تطور ونمو وتوجه لكثير من رؤوس الأموال إليها سواء من تجار السعوديين وكذلك التجار الخليجيين لما تمر به من طفرة طفرة بشكل عام نتكلم طفرة اقتصادية عقارية صناعية حيث أننا في مدينة بيش ومدينة لا تبعد عن خمسين كيلو تقريبا هناك مدينة اقتصادية الكل يتكلم عنها القاصي والداني متوقع لشركة الريف أن تصنع عدد كبير من الوظائف لأبناء هذه المنطقة وهذا يدعم الاقتصاد الوطني ويدعم الاقتصاد لمنطقة جازان ويتماشى مع توجه الحكومة الرشيدة في طويل هذه المنطقة وهنا يسعني المجال أن أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين لما يقدمه من دعم لهذه المنطقة وكذلك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر أنا أشكرك وتمنى لكم التوفيق محمد بن عبد الله المنيع الرئيس التنفيذي لشركة جازان للتنمية شكرا جزيلا لك تعتزم الجزائر إعادة إطلاق بناء خط أنابيب الغاز المخترح جالسي لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في إطار رؤية جديدة لأمن إيطاليا وأوروبا من خلال إمدادات بديلة للطاقة من الجزائر وتعطل مشروع جالسي بعد أعوام من التأخير المتكرر لكن إيطاليا التي تعتمد بشدة على واردات الطاقة من روسيا مهتمة بتأمين إمدادات بديلة في حال تصعود الأزمة مع أوكرانيا وكانت الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا لكن الكميات التي تصدرها إلى هناك تقلصت مع قيامها بزيادة الكميات المخصصة للاستخدام المحلي وشحن كميات أكبر إلى الأسواق الأسيوية الأكثر ربحية قال الشركة النفط الأمريكي الكبرى شيفرون أن الانتاج في حقل الوفر النفط البر المشترك بين السعودية والكويت سيظل متوقفا حتى يتم حل المشكلات التي تعوق التشغيل وتدير شيفرون حقل الوفر نيابة عن السعودية بينما تتواصل الجهود مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة فإن شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج أوقفت الانتاج في المنطقة البرية المقسومة وسيظل الانتاج متوقفا حتى يتم حل هذه المشكلة أنتم تتابعون جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية فيها بعض الفاصل هجوم إلكتروني يستهدف مصلحة الضرائب الأمريكية قال نائب رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني في الكويت عبد العزيز باسم اللوغاني إن رأس مال الصندوق يبلغ 2 مليار دينار كويتي وأشار إلى تركيز الصندوق على صناعات الخفيفة والتصميم والإعلان وتكنولوجيا المعلومات ما هو حجم المخصصات أو حجم المبالغ المخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات في دولة الكويت؟ رأس مال الصندوق هو مليارين دينار كويتي وطبعا بالتعاون ما بين معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة يتم الاتفاق على الدفعات اللي محتاجينها للصندوق الوطني وأعتقد أنه خلال الفترة القادمة يعني راح نشوف وضعة معايير وأهداف نقدر نقيس عليها شنو احتياج وطلب السوق اللي راح يعتمد عليه دفعات رأس المال اللي راح نمول فيها المشروعات وندعمها الخدمات راح تكون موفرة لجميع القطاعات ولكن كتركيز من قبلنا بعد ما أشركنا كثير من الجهات في البحث عن شنو القطاعات المستهدفة تركيزنا راح يكون على قطاع الصناعات وبالتحديد صناعات خفيفة وتصميم والإعلام والقطاع الثالث تكنولوجيا المعلومات هذه الثلاث قطاعات الصندوق الوطني مركز عليها أكثر ونعتقد بالمهارات والموارد اللي موجودة في الكويت كثير من المبادرين راح يقدروني نفسون مو بس على مستوى محلي بل على مستوى إقليمي في هذه الثلاث قطاعات قال الرئيس التنفيذ المكلف لشركة أرامكو السعودية أمين حسن الناصر إن مشاريع أرامكو في جازان مهمة للغاية ليس فقط لضخامة المشاريع بل لأن الشركة تعمل على استحداث آلاف الفرص للعمل والمرتبط بالتدريب للمواطنين مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على استحداث فرص العمل بالتعاون مع قطاعات مختلفة وشركاء عديدين وإفقى نماذي متميزة تطبقها أرامكو لأول مرة وستكون هي طريق المستقبل تعرضت مصلحة الضرائب الأمريكية لهجوم إلكتروني أسفر عن سرقة معطيات ضريبية تتعلق بنحو مئة ألف شخص وقال مكتب الدخل الداخلي في بيان إن القراصنة قاموا أولا بجمع معلومات شخصية عن مكلف الضرائب من طرف ثالث بينها تاريخ الميلاد والعنوان ورغم الضمان الاجتماعي ثم استخدموا هذه المعطيات لدخول الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.6% في إبريل النسان مسجلة أول زيادة سنوية منذ ستمبر أيلول في علامة على أن إجراءات التشتير النقدي التي اتخذها البنك المركزي ربما أنها تجد طريقها أخيرا إلى الاقتصاد الحقيقي لكن أرباح القطاع الصناعي منذ بداية العام تبقى منخفض 1.3% فيما يحكس ضحفا شديدا للنمو في الربع الأول من العامة في بلجيكا حدث أمر نادر حيث لم تتلقى أي طائرة إذنا بالهبوط أو الإقلاع من أي مطار بلجيكي وذلك بسبب عطل تقني فني كهربائي طال الوحدة والوكالة الوطنية للمراقبة الجوية ما أدى إلى تأخير وتحويل وإلغاء كثير من الرحلات ووقع العطل في الوكالة الوطنية للمراقبة الجوية البلجيكية وتم تحويل حوالي 40 طائرة كانت ستحط رحالها في بروكسل إلى مطارات دول مجاورة توصلت هوليسيم ولافارج للأسمنت إلى اتفاق ملزم تشتري بمجبه شركة صناعة الإسمنت الإيرلندية سي آر اتش بعض أصولهما مقابل سبعة مليارات وسبعين مليون دولار لتصبح الشركة الإيرلندية ثالث أكبر مورد لمواد البناء في العالم يدير بالذكر أن سلطة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي كانت قد أقرت سبقة تخارج بين هوليسيم ولافارج كشرط لعملية الاندماج تعتزم شركة استي ام التركية للصناعات العسكرية الإشراف على تطوير طائرات ركاب تسعوا 32 إلى 50 راكبا بالتعاون مع شريك أمريكي باستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار وسيبدأ إنتاج الطائرة التي تسعوا 32 مقعدا وفقا لتصميم أجيزة في عام 2011 وتكون البداية بعشر طائرات وسيرتفع العدد إلى 48 طائر سنويا بحلول العام 2022 قال البنك الأفريقي للتنمية عبر التقرير السنوي لأفاق الاقتصاد إن اقتصادات القارة الأفريقية سوف تنمو بنسب تقترب من مثيلتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 مع ارتفاع الطلب على الصادرات التفاصيل في هذا التقرير اقتصاد القارة السمراء ينمو متجاوزا انخفاض أسعار النفط وآثار إيبولا المدمر فبنك التنمية الأفريقي يبدو متفائلا وهو يصدر تقريره السنوية حول آفاق اقتصاد إفريقيا والذي أوضح فيه أن الاقتصادات ستنمو بنسبة 4.5% خلال العام الجاري بل إن تفاؤله التسع ليشمل العام القادم والذي يتوقع البنك أن يصل النمو خلاله إلى 5% نسب تقترب من مثيلاتها قبل الأزمة العالمية عام 2008 أرجع البنك سبب هذا التفاؤل إلى ارتفاع الصادرات الإفريقية بنحو 3.9% خلال العام الماضي بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا خلال عام 2013 إلى 210 مليارات دولار مقابل 85 مليار دولار قيمته بين واشنطن والبلدان الإفريقية لتغدو صادرات إفريقيا إلى الصين ضعفي الصادرات إلى الولايات المتحدة وأربعة أضعاف الصادرات الإفريقية إلى دول الاتحاد الأوروبي التقرير أشار أيضا إلى أن التدفقات المالية سوف تخفز بنحو 7% إلى 193 مليار دولار أمريكي مدعومة بالارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 87 مليار دولار خلال عام 2014 أي نموا بنسبة 65% كان للصين الحصة الأكبر فيه ومع هذا النمو ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا إلى نحو 6% متجاوزا معدل المستوى العالمي بنقطة ونصف النقطة المئوية ورغم هذا النمو المبشر بالخير فأن النمو القارة في المستقبل سيكون محكوما بتزايدها السكاني المضطرد إذ سيبلغ تعداد الأفارقة نحو المليارين خلال السنوات الخمس والثلاثين المقبلة طفرة سكانية قد تعيد سيناريو الطفرة الاقتصادية في كبريات اقتصادات آسيا مثل الصين والهند نور العنبكي سي أن بي سي عربية هل ستنتهي 17 عاما من الفساد في أرجاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سؤال ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم الإجابة عليه بعد انهيار الأخلاق في جمهورية الفيفا وتوالي سقوط مسؤوليها بتهم الفساد الشرطة السويسرية تداهم فندقا في زيورغ وتعتقل عشرة أشخاص قد يعتقد البعض أن هذا مشهدا في أحد أفلام الأكشن الأمريكية بعد القبض على عصابة ولكنه في الواقع لحظة هامة قد تكون نهاية فيلم يدعى الفساد في الفيفا من بطولة السويسري جوزيف بلاتر نعود إلى الماضي قليلا لنتابع بداية الفيلم في الثامن من يونيو من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين عندما انتخب بلاتر رئيسا للفيفا ومنذ ذلك الوقت بدأت حوادث الفساد في الظهور البداية كانت مع الفرنسي جوران فالكا الذي أدين بجريمة الكذب على شركتي فيزا وماستر كارد وكلف الفيفا تسعين مليون دولار غرامة دفعت للشركتين وأقيل من منصبه ولم يكتف بلاتر بإعادته بعد ستة أشهر فقط من القضية بل عينه أيضا أمينا عاما للفيفا المشهد الثاني كان بطله التريندادي جاك وارنر الذي أدين بالتلقي تحويلات مالية لشركته الخاصة وذلك لدعم أحد الملفات المقدمة لتنظيم كأس العالم بالإضافة إلى عملات مالية عن بطولة كأس العالم للناشئين التي أقومت في بلاده عام 2001 المشهد الأخير هو التحقيقات التي تجريها السلطة السويسرية مع ستة عشر عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن شبهات فساد أحاطت بملف روسيا لاستضافة بطولة 2018 وقطر التي فازت باستضافة بطولة 2022 النتيجة الحتمية لرائحة الفساد في الفيفا التي انتشرت في العالم دفعت الرعاة الرسميين للاتحاد الدولي إلى إنهاء التعاقدات مع الفيفا بعد عدة سنوات من التعاون المشترك والأمثلة كثيرة منها طيران الإمارات وشركة العناية الصحية جونسون أن جونسون وشركة الإطارات كونتينينتل السؤال الذي يتداول حاليا بين المهتمين بعالم كرة القدم هو هل ينجح المرشح العربي الأمير الأردني علي بن الحسين في الإطاحة بالإمبراطور جوزيب بلاتر من رئاسة الفيفا والقيام بعملية تطهير واسعة لطبيض سبعة عشر عاما من الفساد شكراً لحسن متابعتكم جلسة الأعمال من سي أم بسي عربية إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين